وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار العمل المكثف لرفع جودة وكفاءة وتنفسية التعليم الجامعي في مصر وكذا تركيز على جودة المنتج الأكاديمي وتعزيز المكون التنموي به وربطه بالاحتياجات الاقتصادية والتنموية جاء ذلك خلال اجتماعه لمتابعة تنفيذ خطط الدولة لتحسين جودة التعليم الجامعي وربطه بسوق العمل واحتياجات التنمية حيث وجه الرئيس سيسي بتوفير كافة سبل الدعم للمبادرات القائمة والجديدة في مجال التعليم العالي في ضوء الأولوية التي يحظى بها قطاع التعليم بشقيه وما ينعكس إجابا على تحقيق هدف الدولة بتعزيز البناء العلمي والثقافي لشخصية الإنسان المصري وتعزيز القدرة التنافسية للموارد البشرية المصرية إقليميا وعالميا وكذا السعي لتحويل مصر إلى مقصد إقليمي جاذب للتعليم الجامعي المتميز سواء من خلال الجامعات المصرية المتنوعة أو عن طريق التوسع في إقامة فروع للجامعات الأجنبية ذات التصنيف العالمي المرتفع في مصر كما اطلع الرئيس سيسي كذلك على تطورات تفعيل لمبادرة تحالف وتنمية التي تهدف لتعزيز التحالفات بين الجامعات وهيئة الصناعة لوضع خطط تنمية نابعة من كل إقليم ومحافظة تقوم على الربط والتكامل بين العملية التعليمية والاحتياجات التنموية وقد خصصت وزارة التعليم العالي مبلغ مليار جنيها من الجهات المانحة لتفعيل هذه المبادرة وشهد الاجتماع أيضا عرض تطورات مبادرة بنك المعرفة المصري حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة تفعيل هذه المبادرة بما يسهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليا ويضمن تعزيز اقتصاد المعرفة والاستفادة من الإمكانات الهائلة لرأس المال البشري في مصر وقد تطرق الاجتماع أيضا إلى جهود تطوير المستشفيات الجامعية وزيادة أعدادها وتوفير برامج تعليمية وتدريبية على أعلى المستويات وتقديم خدمات علاجية حديثة حيث تم استعراض ميزانية المستشفيات الجامعية التي ارتفعت ثلاثة أضعاف خلال الأعوام العشرة الأخيرة لضمان تقديم أفضل مستويات الخدمة للمواطنين